لا يهم إذا أثار ناشط قضية سياسية أو اجتماعية أو حتى بيئية فالمسلسل الذي يتوالى أجزاء وحلقات طويلة بات يترارع في العراق اختطاف واغتيال لناشطين ومسؤولين وصحفيين وفي طعنة الخسرة الجديدة لمستوى الحريات وحقوق الإنسان في البلاد تهز قضية اختطاف الناشط البيئي المعروف جاسم الأسدي على يد مسلحين مجهولين تهز مؤشر الأمان الذي يبحث عنه العراقي دون جدوى الناشط الأسدي المعروف بكفاحه من أجل الأهوار شارك منذ أكثر من 17 عاما بمبادرات تهدف إلى انعاش الأهوار بعد تعرضها للتشفيف والجفاف ناشطون أثار ضلوع جهات خارجية باختطاف الأسدي على يد أذرعها في العراق وعلى ذات السياق يعرج محللون تسبب دول بإثارة عشرات عمليات الاختطاف على الرغم من أن الحكومة السابقة في بغداد ادعت في خطابات إعلامية القبضة على عناصر من فرق الموت تلك التي تسببت باغتيالات نشطين وأصحاب أقلام حرة ورأية تقرير الأممي كشف اختفاء 123 شخصاً ما بين 2019 و2020 تلك أرقام رسمية معلنة تقدمها منظمات محلية وأجنبية فيما يؤكد نشطاء اختطاف المئات على مدار السنوات الماضية دون أن تحقق الحكومات المتعاقبة أي وعد من وعودها المنهاجية فيما يتعلق بضمان حرية الرأي وحقوق الناشطين والصحفيين وحمايتهم وإنصافهم بالقبض على الرأس المدبر في كل عملية اختطاف تنتهي إما بالإفراج مع الإبقاء على وصف المجهول للجهة المنفذة أو المحركة للعملية أو تنتهي بغياب ونسيان رسمي لكنه ليس نسياناً شعبياً بالتأكيد أو تنتهي بإعلان الاغتيال في هجوم يراه عراقيون أكثر ما يكون ضد أي صوت يزعج جهة رسمية أو حزبية أو مزاجية قبلية أو بطبيعة الحال يزعج سياق نفوذ ومصالح تهيمن على البلاد بيد القوة والفساد